لا يتوقف المبعوث الأممي عن جولاته وتحركاته لبحث تنفيذ اتفاق ستوكولم وإعادة المسار السياسي لكن يبدو المسار هذه المرة أكثر تعقيداً بعد حكم الإعدامات الذي أصدرته ميليشيا الحوثي بحق ثلاثين معتقلاً في سجونها الحكومة قالت إنها لن تستأنف المشاورات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين إلا بعد إيقاف ميليشيا الحوثي مهزلة المحاكمات وأحكام الإعدامات مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين إجراءات بناء الثقة هي الحلقة المفقودة في مسار التفاوض السياسي كما يقول مراقبون خاصة في ظل عدم وجود ضغط أممي حقيقي على الحوثيين لتحويل ما تم التوافق عليه إلى واقع ملموس يسمح بتخفيف المعاناة الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المبعوث الأممي مارتين جريفث وعلى غير عادة التفاؤل قال لصحيفة الشرق الأوسط أنه لا يمكنه إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق ولا فرض المهل في إشارة إلى اتفاق تبادل السجناء وملف تعز مؤكداً أن اتفاق ستوك هولم مسؤولية جماعية من الأطراف المعنية وفي المقابل طالب رئيس ملف الأسرى في المشاورات من الجانب الحكومي هادي الهيج مارتين جريفث باتخاذ موقف حيال أحكام الإعدامات واصفاً إياها بالأحكام غير القانونية ومضيفاً أنها أحكام تصب في تعليق ملف الأسرى وصولاً إلى القضاء عليه السفارة البريطانية في اليمن أبدت قلقها البالغ إزاء الحكم بالإعدام على ثلاثين سجيناً سياسياً وقالت إنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتدين الحوثيين الذين ليسوا حكومة شرعية لإصدارهم هذه الأحكام تتوالى المواقف الدولية المستنكرة والرافضة إذن لتصرفات ميليشي الحوثي في صنعاء العاصمة التي تحولت إلى سجن كبير للحوثيين كما يصفها متابعون